السلام عليكم ورحمة الله امتلاء السدود بالنسبة تفوق 27% بعد الأمطار الأخيرة بيت لمسان بلغت نسبة امتلاء السدود الخمسة بولية لمسان حوالي 27.31% بعد تساقطة المطارية الأخيرة حسب ما علم يوم الخمس لدى مديرية الموارد المائية وذكرت والديرو عوالي أن تساقطة المطارية الأخيرة سمحت باستقبال كمية إضافية من الأنمية بسدود الخمسة لولية لمسان فقط 3 مليون متر مكعب وحسب ولد يوروبا سد بني بهدل استقبال حوالي 750 ألف متر مكعب في حين استقبال سد مفروش 41 ألف متر مكعب وسد سيدي عبداللي أزيد من 2 مليون متر مكعب وسد حمام بغرارة حوالي 139 ألف متر مكعب وسد سكاك 600 ألف متر مكعب وأبرزت بأن كمية المياه المخزنة بالسدود يمكنها تأمين احتياجة المواطنين من الماء الشراب وكذا السقي الفلاحي وشيرا إلى أن الولايات تعتمد أيضا على مياه تحلية مياه البحر للقضاء على مشكلة نقص في تزويد بماء الشراب خاصة خلال موسم الصيف وذكرت والديرو أن المنسوب الحالي لسد بني بهدال يفوق 4 مليون متر مكعب وسد مفروش حوالي 684 ألف مليون متر مكعب وسد سيدي عبداللي أزيد من 2 مليون متر مكعب وسد الحمام بغرارة أكثر من 75 مليون متر مكعب وسد سكاك أزيد من 13 مليون متر مكعب وتقدر طاقة الإجمالية للسدود الخمسة بولاية الإمسان بـ 353 مليون متر مكعب موزعة بين سد بني بهدال وسد مفروش وسد عبداللي وحمام بغرارة سؤكدا ترجمة نانسي قبل